اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهمية ان تمثل العاصمة الادارية الجديدة جيلا جديدا من المدن المصرية توفر جودة حياة مرتفعة لساكنيها وفقا لاعلى المعايير واحدث التقنيات مشيرا الى ان العاصمة ستحقق استدامة النمو السكاني المخطط بما يحد من النمو العشوائي وما يستتبعه من مشكلات متعددة جاء ذلك في اطار احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجشين المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة وزير الكهرباء محمد شاكر اعلن من جانبه انه يتم حاليا تطوير الشبكات الكهربائية حيث تم التعاقد على نحو الفي ميجاوات ستجعل مصر مصدرا لنقل الطاقة الكهربائية او ربط الطاقة الكهربائية بين قارة افريقيا واسيا وايضا شمال افريقيا معلنا انه سيتم الانتهاء من احدى عشرة محطة كهرباء جديدة خلال العام القادم واضاف شاكر انه يتم دراسة القدرة على انشاء خط كهرباء مع كبرس وكريت واليونان يتعامل مع 3000 ميجا مضيفا انه يتم التعامل مع شركة صينية تعد احدى كبريات شركات الكهرباء في العالم في عمليات الربط بين القارات وبشأن انشاء محطات محولات جهد 500 كيلو فولت قال وزير الكهرباء انه خلال ثلاث سنوات تقريبا تم مضاعفة المحطات المتواجدة في مصر منذ 60 عاما وهو حجم عمل هائل في وقت محدود جدا وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار اشار شاكر انه لدينا مع السعودية خط طيار 500 كيلو فولت يتعامل مع 3000 ميجا وات وسيتم تحليل العروض المقدمة مع الجانب السعودي ولدينا خط ربط مع ليبيا يتعامل مع 200 ميجا وخط ربط مع الاردن يتعامل مع 450 ميجا وحول حجم تكاليف مشروعات الكهرباء التي انشأتها الدولة كشف شاكر ان اجمالي تكلفة المحطات الثلاث يبلغ 483 مليار جنيه دون المحطة النووية مشاهدين الكرام اجدد التحية بحضرتكم في وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة وكما تبعنا في التقرير السابق خطوات عظيمة في مجال الطاقة بدلتها مصر خلال الفترة الاخيرة نجحت من خلالها في انها تتخطى عقبة نقص الكهرباء ونقص الطاقة اللي كنا بنعاني منه ويمكن على مستوى المنازل كنا كلنا بنشتكي من انقطاع طيار الكهربائي وده توقف الحقيقة ولم يحدث منذ يونيو 2015 اي تخفيف في الاحمال حول هذا الموضوع وما خطته مصر في هذا الطريق وايضا الجهود المقرر ان يتم اتخاذها في اطار استغلال الطاقة المتجددة يسعدنا ان يكون معنا في استوديو من القاهرة في الوقفة الحوارية الثانية الدكتور محمد السنوسي خبير الطاقة المتجددة برحب بحضرتك بداية انجازات اللي تحققت في مجال الطاقة في مصر في الفترة الاخيرة كيف تراها والى اي مدى احنا محتاجين اكتر الطفرة في الحقيقة اللي وصلت ميها مصر في الزمن القياسي البسيط وهو من 2015 ل2017 لم يسبق لها مثيل في اي دولة من دول المنطقة انجاز كبير اربع محطات من سيمينس اجمال المحطات اللي تم انشأها في العاصمة الادارية الجديدة لوحديها عندما تستكمل باقي مراحل المحطة هتديني 14.400 جيجا يعني دي حاجة مش صغيرة زائد محطة كفر الشيخ زائد محطة بن سويف زائد المحطات الاخرى اللي موجودة في محافظات مصر زائد الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية دي في حد ذاتها برفعة الكفاءة زائد مشروع الضبع في الكهرباء المنتجة احنا عندنا احتياطي دلوقتي موجود جميل وان شاء الله مع القيادة السياسية لدراسة تشغيل المصانع المغلقة بسبب عدم موجود الكهرباء الحمد لله اصبحنا في عندنا احتياطي موجود من الكهرباء ولسه في المزيد من الكهرباء لعملية التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية اللي مشغل بيها القيادة السياسية وفي نفس الوقت ده انجاز يحسب للقيادة السياسية طب دكتور محمد يمكن الحديث عن محاطات الكهرباء الخاصة بشركة سيمانس كما ذكرت حضرتك يعني تحدثنا فيه كثيرا ولكن ماذا عن الطاقة المتجددة عمل محاطات تعتمد على الطاقة الشمسية او غيرها من مصادر الطاقة المتجددة الى اي مدى مصر تسير في هذا الاطار وكان دايما بيتقال ان ده امر مكلف جدا ان احنا نتحول من صور الطاقة ومحاطات الطاقة التقليدية للطاقة اللي هي النظيفة والطاقة المتجددة ده امر مكلف جدا هي لما اجي ابص لها كتكلفة كست دفعة واحدة هيقول مكلفة لما اجي ابص على عشر سنين على عشرين سنة بل هي مش مكلفة بل هي ارخص بكتير من دفع الفواتير الشهري الطاقة الشمسية او الطاقة المتجددة حلولها ايه بتشتغل في ايه يعني هي تشتغل من اول كشك السجاير ده لحد ما صنع حديد والصل لحد ما صنع الاسمنت تشتغل بالطاقة المتجددة حسب نوع الطاقة اللي هتشتغل بيه اذا كان البي في اللي هي الالواح المزارع او اذا كانت السي اس بي اللي هي مستقبل مصر والمنطقة العربية السي اس بي اللي هو ايه بقى السي اس بي اللي هي ازاي ان انا اخد مية البحر اطلع منها كهرباء على مدار 24 ساعة غير البي في اللي هي الالواح الالواح هتديني وقت سطوع الشمس فقط لها غير اما السي اس بي هتديني الكهرباء على مدار 24 ساعة دون سطورج دون تغزين تمام لان التغزين منه فيه وده النهاو موجود زائد المية لو قلت مثال صغير انا مصر دخلت في خط الشح المائي نعم حتى لو مفيش حاجة اسمها سد النهضة لا احنا عددنا كام وحصة المية كام فدخلنا تحت الشح المائي طب انا عندي مصادر تانية مصادر تانية بدون تكلفة وبدون استخدام مواد بطرولية او بطروجاز او بطروجيمة كل او 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 كل انواع الطاقات الاخرى بيه بالطاقة الشمسية ان انا هاخد مية البحر وطلع منها مية على مدار 24 ساعة وكهرباء على مدار 24 ساعة لو قلت محطة زائرة 30 ميجا هتديني 25 الف متر مكعب مية كل يوم انقى من ازاسة مية الصحة وبدون معالجات ثنائية ولا معالجات ثلاثية دي اللي هي يعني استخدم طاقة الايه اللي بحولت الشمس انا باخد اشعة الشمس بحولها لحرارة اه تحويل اشعة الشمس لحرارة على مصدر المية بتوصل الى ربعمية وخمسين درجة مئوية لما توصل لربعمية وخمسين درجة مئوية اصبح الماء مش موجود اصبح عندي بخار مية ما يطلق عليه باسم البخار المحمس البخار ده بيدور الترباين او التربين بتاع الكهرباء بياخد من الناحية المقابلة البخار اللي هو الماء المقطر اللي لا يصلح الا الاستخدامات الطبية بيخش الماء المقطر على وحدة قياسه معالجة بيتحط فيه الملح طبقا للكود الدولي اصبح محطوط فيه الملح طبقا للكود الدولي انقى من ازاست الماء اللي احنا بنقول عليها ماء معدني انا لو طب حضرتك بتقول ده ده وكنها لمحطات دي على ساحة البحر الأحمر ما اصبح ما عندي مشكلة انا عندي محافظات بحر الأحمر فيها شحي ماء يعني الغرداء نفسها فيها شحي ماء مرسع علم فيها شحي ماء أنا أمشر المحطات دي ومساحات الأراضي عندي الصحراوية باشاء الله تبارك الله أمشر المحطات دي هتديني كهرباء وتديني ماء خففت خط الضغط الكهرباء وشبكات النقل وديت كهرباء وديت ماء دا اعتمادا على الطاقة الشمسية فقط لا غير لا يوجد هناك تدخلات أخرى أو مواد أخرى زي فيه ناس بتقول مثلا هي تضحط لي بطرول أو سولر أو بنزيم علشان ما فيه شيء كلام ده خالص هي اسمها CSP هي للطاقة الشمسية فقط لا غير ودي بتعمل بالنهار فقط بقى كده يا دكتر بيتعمل على مدار 24 ساعة لأن هنا أنا عندي عشاعة الشمس تحولت لحرارة الحرارة تم تخزينها جزء منه طلع المياه وجزء منه تم تخزينه فيه داخل نوع من أنواع الملح بيسمى ملح للتخزين ملح سائل للتخزين بيتخزن فيه الحرارة تطلع الحرارة في الوقت اللي ما فيهوش أشاعة شمس تتشتغل وتكمل الدورة بتاعتها على مدار 24 ساعة فبتديني كهرباء على مدار 24 ساعة لو قلنا محطة 30 ميجا ساعة كهرباء هتديني آخر اليوم 25 ألف متر مكعب مياه طب عمل هذه النوعية من المحطات بيتكلف كتير يا دكتور والتكنولوجيا الخاصة به هل هي متاحة فعلا عندنا؟ متاحة عندي لأنها نهاو الشركة والتكنولوجيا ألمانية ولكن أننا نستطيع أن نصنع مكوناتها ودي أنا أعلنها يتم تصنيع مكوناتها وتم التعاون والتواصل مع إحدى الشركات الهيئة العربية للتصنيع للتصنيع بعض المكونات وصلنا لـ 80% من تصنيع المحطة هيبقى داخل مصر و20% هي مكونات بسيطة جدا زي الترباين المؤلدات والكلام ده كله حاجات دي لازم تيجي من المال طب وتكلفة ده هل هي مبالغ فيها قوي أم أنها بتتساوى مع تكلفة محطات الكهرباء العادية؟ لا حضرتك ما تنسيش هي مش محطة الكهرباء عادية أنا دلوقتي لو أنا جيت حسبت محطة كهرباء ومحطة معالجة ميا حطيت لتنين على بعض هشوف المحطة دي تكلفتها لا أقل طيب فكرة التوسع في هذه المحطات تأثيره على البيئة يعني احنا نعرف أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة واستخدمها في أغراض زي ما حضرتك ذكرت كمصدر للكهرباء وأيضا تحليط الميا هي مصدر طاقة نظيفة يعني هي 100% لا تدمر البيئة ولا تؤثر على المنتجعات يعني حضرتك ذكرت مناطق باعينها الغرداقة ومرسعالم فيها فقر مائي ممكن يتعمل فيها المحطات يتعمل في شرم الشيخ يتعمل في أي قرية سياحية موجودة على الساحل الشمالي ولكن تختلف من ساحة الساحل الشمالي بتاعنا عن البحر الأحمر لأن نسبة السطوع عديه هنا ونسبة السطوع عديه هنا النسبة هنا لو أنا هعمل أخذ مثلا مليون متر مسطح عشان أعمل على أي محطة يبقى الساحل الشمالي مليون وربح لأعدد الألواح هيزيد طب فكرة المساحة اللي هتستلزمها هذه المحطات ده هيعتبر بأهدر من مساحة هي بالفعل منطقة بتستخدم لأغراض السياحة أو أي نشاط صناعي آخر يعني الجدوى الاقتصادية أن أنا أستخدم محطة بمحتاجة مساحة أرض كبيرة عشان أحط عدد الألواح المطلوب أبعد عن البحر أربعة كيلو يبقى استغلال المنطقة السياحية مستغلة أنا ممكن تحت هذه الألواح يتم زراعات زي ما بيتم في أسبانيا زراعة الورد زراعة الزهور العطرية زراعة بعض المحاصيل الجميلة تحت هذه الألواح لأن الألواح دي بتقتل البكتيريا لأنها بتتربي بتعمل مجال كهرومة ونطيسي هتقتل البكتيريا يبقى عندي الزهرة طلعة ما شاء الله عليها النباتات اللي تم زراعاتها تحت هذه الألواح هتم زراعاتها صالحة طب الفكرة دي طرحت على مستوى المسؤولين وإمكانية تعميمها يعني دورست ولا هي مجرد مقترح لسه حضرتك بتأدي لا دورست بالفعل وإحنا إن شاء الله على أول 2018 بيتم تنفيذ بعض هذه المحطات دورست مع السيد اللواء خالد فودا في جنوب سيناء دورست بس ما خدنا شرد من السيد اللواء أحمد عبد الله في بحر الأحمر دورست مع سيد اللواء مصطفى يسري وبعد منه سيد اللواء مجد حجازي في أسوان دورست مع سيد اللواء علي أبو زيد في جنوب سيء في مطروح دورست مع السيدة المحترمة اللي لها كل الشكر والتقدير المهندسة نادية عبدو في البحيرة وجاري قريبا جدا توقيع أول محطة مع نادية عبدو في البحيرة في ودي النوترون إن شاء الله ودي نوعية البي في يعني أنا أتمنى أن نحن نأخذ محطات الصرف الصحي أو وحدات الصرف الصحي أو شبكات زي مثلا محطة الجبل الأصفر دي يريد يتم التعاون ما بيننا وما بين دكتور مدبولي ويريد يتم التعاون ما بيننا وما بين سيد اللواء رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة علشان نستغل شبكات الصرف الصحي اللي يتم خارج العاصمة الإدارية الجديدة علشان يتعمل محطة خارج العاصمة الإدارية الجديدة نأخذ الميا ونعمل لها إعادة تاني تخش العاصمة الإدارية الجديدة تاني يبقى منه وإليه عندنا مصرف بحر البعر ليه ما نستغلوش عندنا مصرف كوتشنر وده بياخد أربع محافظات يعني بياخد الغربية بياخد الدهقلية بياخد البحيرة بياخد جزء من كفر الشيخ وده مصرف صناعي وفيه مواد ما يألم بيها الله ربنا ده ليه ما نستغلوش نستغلو ده هيوفر عليها نسبة مية عالية ده ده المياه اللي بتتحدرتيه بحر البعر هيطلع نسبة مية عالية جدا 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 الأعلى من ده ومن ده شبكة الصرف الصحي اللي بتاخد القاهرة الجيزة والقاهرة في الجبل الأصفر لأن إزراعة الأخشاب مش هتبقى مصمرة هتبقى مضرة لأن كله بالتلوس اللي موجود فيها ما فيش بقى مش نعمل معالجات سلسية ولا معالجات ولا أي حاجة خالص نحن ناخد المية ونرجعها لك مية سليمة طب دكتور محمد منطقة الوادي الجديد يمكن منطقة قيل إنها وعيدة جدا في استخدام الطاقة الشمسية من هذه المنطقة إلى أي مدى حضرتك شايف الجهود اللي بتجرى في هذا الإطار في هذه المنطقة منطقة الوادي الجديد أهلا بكل من يقولينا تعالوا إحنا جاهزين للمزارع يعني أنا بعلنها بقول استصلاح المليون ونصف الدان ده محتاج مية طبعا طيب محتاج مية أنا هتطلع لك المية يديني الخريطة المائية وأنا هتطلع لك المية بالطاقة الشمسية تريد مني حاجة تاني؟ طب فكرة الطاقة بهذا القدر وهذا الحجم إحنا محتاجين كل الطاقة دي يا دكتور يعني مصر محتاجة كل الطاقة دي ولا بعد دخول الطاقة النووية إحنا مش هنبقى محتاجين كل المحطات اللي هتبقى بتعمل بالطاقة الشمسية ولا ما فيش يعني شكل معين من أشكال الطاقة بديل عن آخر لا إحنا محتاجين التنوع في الطاقة محتاجين الطاقة بهذا الحجم وكلما زادت عند حضرتك الطاقة أصبح عندك فرصة لتصدير الطاقة إلى أوروبا أوروبا فيها عجز طاقة أوروبا فيها عجز كهرباء أنت كمان لما ربنا يكرم وتخلص السعودية مشروع الطاقة بتاعها ويتم الربط ما بين السعودية وما بين مصر هيبقى عندك كهرباء زي ده خدت كفيتك من الكهرباء لإدارة المصانع اللي هيتم إنشاءها نعم يعني في مثلا 30 مصنع على محور التنمية الاقتصادي محتاج كهرباء عليها تمام وخاصة أنها مشاريع ضخمة فمحتاجها كهرباء كبيرة ومحتاجها كميات كبيرة المصانع المغلقة محتاجها كهرباء تانية أنت خدتك كفاءة الذاتية بتاعتك من الكهرباء أصبح عندك قوة زائدة أو كطاقة زائدة هتصدريها لأوروبا أوروبا في احتياج للطاقة مش في الشتاء بس لا صيفه الشتاء النواة الزروة عندها نقص شديد جدا 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 في الطاقة نعم فأنت فرصة وكابل موجود أساسا في منطقة ما موجود هيتمد إلى إيطاليا ومن إيطاليا هيتم التوزيع إلى أوروبا ونقل إلى أوروبا ده خلينا عائد محترم من العملة الصعبة كبير جدا فأنت تنتجي الطاقة هتصدر الطاقة هتكون منضمنوا بصدر الطاقة الكهربائية غير الطاقة البترولية وغير الغاز وغير وغير طب دكتور محمد أرجع تاني وأتكلم في نقطة التكلفة هل مصر مستعدة الآن لعمل هذا العدد من المحطات المصر محتاجاها اعتمادا على الطاقة الشمسية عندها هذه الإمكانيات لضخص استثمارات في هذا المجال وليه الدولة تضخ الشركة اللي عايزة تنفذ تتفضل تنفذ وهي اللي تضخ بس الحكومة تاخد منها نعم يعني أنا أكلف مليون جنيه مليون دولار الحكومة تاخد مني الكيلو الكهرباء بك هتستلم كيلو الكهرباء مالهاج دعبة أنا أكلفت إزاي استلفت جبت من البنوك جبت من هنا جبت من هنا أنت ديك أنك تاخد كيلو كهرباء وتتحاسب علي وخلي السعر مش زي ما حصل في ظهور للتفاقيات أن سعر الكيلو وط بـ 14 و 16 و 15 و 16 دورالسينت والبنك المركزي ما يجيش يدفع الكلام ده ما ينفعش كلام يقول ما فيش عملة أنا بتعامل في مصر طيب أنا هستورد معداتي ما فيش مشكلة هتديك 30% عملة صعبة والباية محلي ده اللي يمشي إنما أجي أنا أدحك أدحك على الدولة وأقول أنا أخذ بالعملة الصعبة ما ينفعش طب تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المحطات بتوقف أغلى من الكهرباء اللي تنتج من الطاقة التقليدية محطة 50 ميجا أنت كده هتخلينا نقول صعبة محطة 50 ميجا بي في تمام تكلف 50 مليون دولار بس ده 50 مليون دولار آسف مش شغل صيني شغل ألماني ما جيش أنا أقول لك تهدف وقال الآن إن هي 50 مليون دولار لا من 50 مليون دولار ميدين إن جيرماني و50 مليون دولار بقول إن المحطة ضمان بتاحها ببوليس التأمين تطلع بوليس التأمين ضمان للمحطة 25 سنة حد أدنى لأ أنا بقى بتكلم على قيمة الطاقة المنتجة هتوقف على الدولة لما هتيجي تاخدها هتاخدها أغلى دي طاقة أعلى في التكلفة أرخص أرخص يبقى هو ده العالية شوية الـ CSP واحدة أمثلة إذا كانت الحكومة كمثال بتاخد سعر الكهرباء بـ 6 سنة بتاخد الـ CSP بـ 8 سنة لسبب الـ 6 سنة ده مع سطوع الشمس الـ 8 سنة لأنه على مدار 24 ساعة فمفيش انقطاع أنا بشكر حضرتك دكتور محمد السنوسي خبير الطاقة المتجددة على وجود حضرتك معنا وبعتذر لحضرتك لضيق الواقع لا يا فندم أهلا بيك أهلا بحر شكرا جزيلا مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة على وعد بتجدد اللقاء غدا بإذن الله وفريق عمل جديد من القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة